أولئك الذين يبالغون في مدحك والثناء عليك يسقونك خمرا تجعلك تعيش في سكر أوهام الإنجاز ويخدرونك عن الإحساس بالنقص ويحجبون عنك مراقي النجاح والكمال والعلماء يعرفون علو والهمة أنه الخروج بالنفس إلى غاية كمالها الممكن لها في العلم والعمل أما الذين ينقدونك ويكشفون لك أخطاءك ويضعونك في مكانك الحقيقي فأولئك هم النصحة الصادقون وحتى لو لم يكونوا صادقين في نصحهم لك فهم في الحقيقة خير لك من الأوائل المدحين وصدق سيدنا ورسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذ قال إذا رأيتم المدحين فاحثوا في وجوههم التراب والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله وقد قال أجدادنا رحمهم الله في أمثالهم من أبكاني بكى علي ومن أضحكني ضحك علي والأصل في مثل هذه المسألة هو التزام قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم